تحية لكم من العراقية الرياضية نشرة الأخبار نبدأها بأهم العناوين المنتخب الأولمبي يكثف تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية غدا ضمن منافسات الجولة الثانية منتخبنا الوطني يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب روسيا في السادس والعشرين من الشهر الحالي كربلاء يواجه الصناعة ودهوك ضيفا ثقيلا على القاسم بكأس العراق تحية لكم كثف المنتخب الأولمبي من تحضيراته لمواجهة نظيره الكوريا الجنوبية ومغدن السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوحة الدولية وظهرت همة اللاعبين العالية وحرصهم واندفاعهم في تنفيذ مفردات الوحدة التدريبية بعد يوم من التفوق على فيتنام في إطار الجولة الأولى من البطولة التي تشارك فيها عشرة منتخبات آسيوية تحت ثلاثة وعشرين عاما وأشرف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي العراقي بقيادة المدرب راضي شنيشل على الوحدة التدريبية التي جرت بملاعب جامعة قطر بمشاركة جميع اللاعبين الخمسة والعشرين اكتملت صفوف المنتخب الوطني بعد التحاق الثلاثي زيدان إقبال وعلي عدنان وحسن رائد بالميران الثالثة بتجمع بغداد تأهبا لمواجهة روسيا وديا في السادس والعشرين من آذار الجاري وأجرى المنتخب العراقي تدريباته المسائية بملعب المدينة الدولي استعدادا لمواجهة روسيا بمدينة سان بطرسبرغ وشارك بتدريبات المنتخب اربعة وعشرين لاعبا روح المثابرة والهمة العالية في التدريب شعار رفعه الكادر الاسباني بقيادة خيسوس كاساس مدرب منتخبنا الوطني اثناء تدريبات اللاعبين اليومية في ملعب المدينة الدولي ببغداد قبل التوجه نحو مدينة سانت بطرسبرغ لخوض المواجهة الودية امام المنتخب الروسي من اجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين فضلا عن تشخيص وتحديد موطن الضعف والقوة لدى الاسماء التي اختارها الاسباني في المرحلة المهمة وهي التحضير لبطولة كاساسيا المقبلة في قطر ربان المركب كاساس يرسم طريق رحلة المنتخب علمية وحداثة ليكون عامل الانسجام واسلوب اللاعب الجماعي ورفع مستوى اللياقة البدنية اهم النقاط التي يعمل عليها الاسباني للوصول الى الجاهزية التامة سيف الخرسان العراقية الرياضية استانف القوة الجوية تدريباته تحضيرا لمواجهة النجف المقررة في الثلاثين من اذار الحالي والمؤجلة عن الجولة العشرين من الدور العراقي الممتاز واغاب عن ميران القوة الجوية الذي جرى بملعبه في العاصمة بغداد سبعة لاعبين دوليين لارتباطهم بالمنتخب الذي واصل تحضيراته استعدادا لمواجهة روسيا وديا كما يفتقد الفريق خدمات اللاعب منتظر عبد الامير المتواجد مع المنتخب الاولمبي العراقي المشارك حاليا في بطولة الدوحة الدولية حددت لجنة المسابقات الثلاثين من اذار الحالي موعدا للمباراة المؤجلة بين النجف وضيف القوة الجوية التي ستقام بملعب النجف الدولية وقررت لجنة المسابقات اقامة المباراة بين النجف والقوة الجوية بعد الافطار وتحديدا في تمام الساعة التاسعة مساء حسب التوقيت المحلية وسبق ان تم تأجيل مباراة النجف والقوة الجوية لارتباط الاخير بمواجهة الشباب السعودي التي جرت بملعب البصرة الدولي ضمن بطولة كأس الملك سلمان للاندية العربية ظاهرة مستمرة في دورينا والحديث هنا عن تغيير مدربي الدوري الممتاز بين الاقالة والاستقالة تفاصيل اكثر مع الزميل ارشد العطار ظاهرة مستمرة في دورينا حتى اصبحت وكأنها احدى مبادئ كرتنا والحديث هنا عن اقالة او استقالة المدربين الناشطين على رأس الاجهزة الفنية لاندية الدور الممتاز على الرغم من انتهاء الجولة الحادية والعشرين من المسابقة المحلية الاغلى الا ان حالة التغيير حدثت في اكثر من 14 مرة بين انديتنا رقم انقارناه مع ذات المرحلة في الموسم الماضي قد يكون بشكل اقل لكننا بالتأكيد سنعرف الرقم النهائي مع اخر جولة للدور الممتاز سيما وان الموسم الماضي شهد رقما قياسيا بحالات التغيير بين الاقالة والاستقالة لكن مؤشرات الموسم الحالي تعطي انطباعا ان ادارات الاندية والمدربين قد استفادوا من اخطاء الماضي وصححوا الكثير من الخطوات التي كانوا يعتمدون عليها بعملية الاختيار ومع هذا شهدنا بعض الاقالات التي جاءت عكس المتوقع مثل حالة الفراق بين مؤمن سليمان ونادي الشرطة حامل اللقب والمتصدر في الموسم الحالي قرار جاء مفاجئا وقسم اراء المتابعين الى معه وضد سيبقى دورينا مليئا بالاحداث والحالات المثيرة ومنها موضوع تسمية المدربين طالما هناك فوز وخسارة فلا يأمن احد على مكانه العراقية الرياضية ارشد العطار يستضيف كربلاء اليوم الجمعة منافسه الصناعة في مباراة مؤجلة من الدور الثاني والثلاثين من بطولة كأس العراق ويحتضنها ملعب كربلاء الدولي ويتطلع صاحب الارض الى عبور الضيف مستغلا عاملي الارض والجمهور بعد قرار لجنة المسابقات بتغيير توقيت اللقاء وإقامته بعد الافطار ليكون فرصة لجماهير كربلاء لمؤازرة فريقها الذي يقوده المدرب حيدر عبودي حيث تسلم المهمة مؤخرا بديلا للمقال عباس عطية هذا ويعتمد اهل الدار على المحترفين بابا جوامي ومونجي وساميهين وإيداف جازيف في صنع الفارق ويفتقد كربلاء ايضا في لقاء اليوم لصانع العابه زيدان عبدالجبار لارتباطه مع المنتخب الولمبي العراقي المشارك حاليا ببطولة الدوحة الدولية وبالمقابل يسعى صناعة إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من كربلاء ببطاقة التأهل لدور ثمن النهائي للتخفيف من حدة النتائج السلبية في الدور الممتاز الذي يقبع فيه بالترتيب قبل الأخير ويعتمد خالد محمد صبار المدير الفني للضيوف على محترفيه الأفارقة ومهاجمه هشام أحمد في مباغة منافسه كربلاء وتحقيق الانتصار وفي ذات السياق حددت لجنة المسابقات يوم غدا السبت موعدا للمباراة المؤجلة الثانية من الدور الثاني والثلاثين من بطولة كأس العراق والتي تجمع القاسم مع ضيف دهوك وبملعب كربلاء الدولي ويأمل القاسم في مواصلة عروضه القوية في الآوينة الأخيرة بعد تحقيقه الانتصار التاريخي على القوة الجوية بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بالدور الممتاز ويسعى الفريق للوصول إلى الدور ثمن النهائي تحت قيادة مدربه علي عبد الجبار العائد لمهمته مجددا بعد رفع عقوبة الإيقاف عنها إثر تداعيات الأحداث التي رافقت مباراة فريقه القاسم أمام الشرطة فيما يبحث دهوك عن إضافة نجاحات جديدة بعد مشواره المقنع بالدور الممتاز إذ يرفع مدربه السليمان رمضان شعار الفوز لبلوغ الدور المقبل من بطولة كأسي رغم صعوبة المهمة وإقامة اللقاء خارج الديار علاوة على إرهاق السفر ورحلته البرية الطويلة وكانت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد العراقي قد حددت الثلاثاء المقبل موعدا لإجراء قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة الكأس بمشاركة 33 دولة أبطال بابل بالقوى البدنية يحصدون ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة العالم في مصر فضية وبرونزية كانت لنجمين من بابل من مجموعة عشرة أوسمة حسدها العراق في بطولة القوى البدنية التي أقيمت في مصر محافظة بابل احتفت بأبطالها الحمد لله وشكر قدرنا نحقق إنجاز دولي للعراق وقدرنا نرفع راية العراق في جمهورية مصر العربية في بطولة العالم وقدرنا نحصل على 14 وسام من ضمنها ذهبي وفضي وبرونزي والحمد لله وشكر كنا موافقين وكانت منافسة كلش قوية طبعا من ضمن 51 دولة انسحبت من عندها بعض الدول دول المشاركة 34 دولة العفو دولة وقدرنا نحقق إنجاز قوي جدا والحمد لله وشكر مشاركة مع 34 دولة شاركنا ونافسنا بيها والحمد لله وشكر المنتخب الوطني العراقي قدر يحقق المركز الرابع عالميا صراحة مطالبتنا نحن كلاعبي السيترونغمان ولاعبي منتخب الوطني أنا وأخوتي هي الدعم يعني إن شاء الله لنحصل من الدولة وهذا بس اللي نريده حتى نرفع ونحقق ونرفع علمنا بمحافل الدولية ونشارك إن شاء الله بطولات دولية أخرى رئيس اتحاد السيترونغ كرم اللاعبين وأشاد بما قدمه وفي ذات الوقت تأمل من المعنيين بالشأن الرياضي إلى الألعاب الفردية اهتماما أكبر عندي أبطال اثنين شاركوا بطولة عالم صارت بالدولة مصر العربية في منطقة الغرداء شاركت بطالة الدبل يو بي سي العالمية شاركوا تقريبا 33 دولة أربعمية وتسعين لاعب ولاعبة ومن ضمنها أحرز العراق المركز الرابع دوليا وحصل على عشرة ذهب وستة برونز وستة فضة وأربعة برونز هم كلاعبين يعني لواعب مواظبين رياضيين فعلا رياضيين واقبوا اللعبة والتزموا بالنظام الغدائي والتمريني والإداء الجيد ويعني الناس بجهودهم الخاصة وعلى حسابهم ونفقتهم الخاصة طلعوا وشاركوا البطولة والحمد لله والشكر أحصلوا واحد محمد هادي الجنابي أحرز المركز الثاني وأسامة كريم حصل المركز الثالث ولطالما كان أعطاءوا لاعبي لإلعاب الفردية كبيرا ورفعوا راية العراق خفاقة في المحافل العربية والأسيوية والدولية من باب الله إيمان محمد العراقية الرياضية بهدف خلق منتخب وطني قوي أقيمت في محافظة كركوك بطولة اتحاد أكاديميات كركوك لفئة الشباب والناشئين ومشاركة 32 أكاديمية كروية المزيد في التقرير التالي بمشاركة 32 أكاديمية كروية ولفئتي الشباب والناشئين أقام اتحاد أكاديميات كاركوك بطولة لتفعيل دوري هاتين الفئتين المهمتين باعتبارهما حجر أساس للأندية والمنتخبات هذه البطولة بطولة اتحاد الأكاديميات في محافظة كاركوك الأكاديميات طبعا المجازة من وزارة الشباب والرياضة اشترك في هذه البطولة 32 أكاديميات كل أكاديمية فئتين 64 فريق طبعا تقريبا 500 إلى 600 لاعب مشترك في هذه البطولة ما عدا الكوادر الإدارية والفنية من المدربين بعد المشاركة الأخيرة لمنتخب أكاديميات كاركوك في بطولة منتخبات أكاديميات العراق وبهدف تطعيم الفريق بأسماء جديدة تم إقامة هذه البطولة للبحث عن لاعبين لضمهم لمنتخب أكاديميات كاركوك بطولة اتحاد أكاديميات كاركوك مشاركة بحدود 25 إلى 30 أكاديمية بصراحة قمنا البطولة حتى نجهز فريق الذي هو منتخب أكاديميات كاركوك قبل فترة شاركنا بطولة كاركوك حصلنا على المركز الثالث بالبطولة أغلبية المدربين أغلبية الكشافين يحضرون حتى مدربين الأندية يعني يستقطبون لعبين تعرف في الفيات العمرية هي الرافض الأساسي لكل الفراق والأندية والمنتخبات الحكام المشاركون أثنوا على القائمين على هذه البطولة لدورها باستمرار عطائهم وكذلك طالبوا بزيادة عدد البطولات أكيد تساهم هذه البطولة خبرة للحكام مو بس للشهادة نأخذها ونخليها بالبيت أكيد هذه البطولات دور إلنا مهم نستمر بالعطاء والخبرات نأخذها من هذه البطولات إن شاء الله يزاد أكثر وأكثر لأننا حكام واللواعب هم يحتاجون بطولات نطلع اللواعب وحكام هم يأخذون الخبرات أكيد ندرج من درجة ثالثة والثانية الأولى الممتاز إن شاء الله هاي إلنا نأخذ خبرات أكثر وأكثر بطولة أقيمت لغاية أساسية هي البحث عن طاقات شابة لتوظيفها بمنتخب أكاديميات كاركوك استعدادا لقادم البطولات العراقي الرياضي أحسام كريم كاركوك توسيع الاهتمام بالرياضة المدرسية من كل الجوانب يجب أن يكون من قبل وزارة التربية والجهات الرياضية الأخرى لخلق جيل من اللاعبين الموهوبين يكون رافدا لرياضتنا العراقية في المستقبل الأساسات الصحيحة والقوية مهما تمر بها السنين تبقى صلبة تواجه أي عوامل صعبة بعكس ذلك فأنها تنهار ولا تقاوم أي شيء المشرفون في مديرية النشاط الرياضي والمدرسي للكرخ الأولى يسعون للعمل بشغف كبير ببناء جيل فعال يسهم في تطوير الحركة الرياضية نحو النجومية رياضة المدرسية رياضة مهمة جدا هي رافض أساسي لمنتخبات الوطنية نتمنى أنه يكون هناك تعاون من اللجنة الأوروبية دائما هناك تعاون لكن نرجو أنه من خلال وجود مع الوزير أحمد وعالي وزير ناموس أبراهيم ناموس أنه يكون هناك تعاون بين اللجنة الأولوبية ووزارة من خلال المدير العامل التربية الرياضية لأنه مهمة جدا الرياضة المدرسية إلى ما توفرت لها كل البناء التحتية والأمور اللوجستية الأخرى لرفض المنتخبات الوطنية والاتحادات الوطنية وبالتالي أن نهض بالرياضة العراقية العراق قبل كان ليش منتخبات نقوية ليش لعبات نقوية بكل اللعبات طائرة سلة ساحة وميدان القدم الأساس المدارس كانت شوفت يعمر متنبي عفو يعمر متدائية ومتوسطة واعدادية وجامعة شوف قبل على طول البطولات المنتخب المدرسة العراقية أخذت البطولات على الوطن العربي درس الرياضة في المدارس أصبح الاهتمام به قليلا وهذه من الأمور الخاطئة التي تقلل ولادة لاعبين موهبين لرياضتنا العراقية وهنا على وزارة التربية أن تعمل وبشكل جاهد في فتح بوابات الرعاية والدعم بمساحات شاسعة لنحصل على لاعب متكامل قادر على صنع إنجازات جديدة من خلال قناتكم الرياضة أدعو لأخوزي التربية نعم الرياضة بالمدارس وخاصة بالمدارس قبل أنكم بطولة بطولة التدائية بطولة المتوسطة بطولة الإعداديات قبل أن شاءتكم بطولات قوية شون دوري العراقي سوونها ولعبات كلها الكشافة يا أخي الكشافة عمروها أنتم الكشاف لماذا تركها؟ ملعب جاهز لماذا تركت هذا الصرح العظيم هو تابع للتربية هذا الرياضة بالكشافة والدرس الرياضة لازم يرجع توفير أدوات العمل من قاعات خاصة وملاعب جيدة ومستلزمات كل لعبة تساعد الفرق الرياضية بإنجاز مهامها بالشكل الأمثل زيد غالب العراقية الرياضية بغداد مشاهدين الكرام وللمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وانستجرام شكرا لك كرم المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة